فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان على الجلد حبر فهل يجوز الوضوء والحالة هذه؟ لا بس أن الحبر ما يمنع وصول الماء إلى الجلد ما يمنع وصول الماء إلى الجلد لكن إذا أزاله من بابة نظافة فهذا الشيء طيب نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة